مرحبا ويعطينا ألف 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 عافية رجعة الحياة تدب فينا ولأنه الماي هي روح الحياة فالمطار بيقلك أهلا بها تطلي وبرحب فيكن مثل مكتار على السوشال ميديا اللي علقوا ورحبوا بالزوار من ميناء مطار بيروت الدولة هايدي صورة عن بلدنا يلي الماي فيه كيرجة بالطلوع بتحلق لترجع على السماء وبين الغيوم صورة عن بلد قرر يضل معطل ولما اشتغل طاف وهالمشهد فيك اتعممه على كل مفاصل الدولة يلي قرر اتعب الفراغات الأمنية بس بالتمديد ولما اتفقت على الفكرة اختلفت على التنفيذ ويا معلم راح اتطافت لكل المواقف والاخناقات والاتهامات يلي وصلت مع جبران بسيل انه يتهم قائد الجيش بالخيانة وقلت الوفا لانه الشخص برأينا ما بيستاهل اي استثناء هو خان الأمانة يا عمي معون جبران عم بيتابع مسلسل الخائن وتأثر بشي مشهد هيك مبين اسيل وساف ممكن جمعرفناه ومثل المسلسل السيف كان يحب الأسيل وجبران كان يحب جوزيف اللي صار قائد جيش بترشيح من التيار انه نحنا اكلنا الضرب بتأيين قائد الجيش بالالفين وسبعة عشر مساء الخير اهلا بكم معانا معانا اتصل تليفوني الو الو اتفضلي انا قصتي بدأت ان في واحد بيشوفوكو اليوم ومش عارفة بيبقى قريب مني لكن لكن بيحس انه مش حاسس بياد بتفتكر ان الحنية الجواية ما بيوصلوش عبا كيف كيف وعت الخيانة ها لأسباب كتيره واهمهم انه ما في ماروني على ماروني بيتفق اذا شيطان رئاسة الجمهورية تالتهم ما في ماروني ما بيحب يكون رئيس جمهورية وعدم الاتفاق هيدا المرة مش بس بين جبران وقائد الجيش هو متعدد الزوايا والاطراف والاقتراحات والمشاريع والتصاريح والتساريح اولا في نظام سياسي في لبنان هو معطل نفسه ونظام سياسي قايم على توافق فتأجيل التسريح لست اشهر قلب البلد قوية تحركت كتائب تحمست الاشتراكي قلبه على الاركان ميقاتي بيمر لبري وبرني بيشوط للحكومة التيار نيويت عن حزب الله ما بده يحرش جبران وهو اصلا باله مش فينا وقاعد بقلب الطفان ونزلت شتي كبس اعراء واقتراحات وعشرتها كلهم حرصين على الدستور والقانون والانضباط التام ويلا انا بدي السترة انا بدي السترة شوف ازيل الله التمديد بمجلس الوزراء لا خلينا نعملها بمجلس النواب فريق مع التمديد لقائد الجيش وفريق مع التمديد لقائد الجيش ايه هيك والله كلهم ما بدهم فراغ بالمؤسسة العسكرية بس كلهم مختلفين عالطريقة ونزلين موزايا دي بسمة هاللبنانية يالي ضاعوا مين مع مين ومين ضد مين اليوم اذا الكل متفق والكل رايح على التمديد يتفضل وينزلوا ويصوتوا لهالتمديد ومين لمين ومين على مين بنجبلون منجم مغرب ببراجة بصارة يا عمي هاي اول مرة بتعبوا فراغ بالمؤسسة بده كل قرع هالطبول بده ها ومش انه عم بعينه اسم جديد عم بيمدده كم شهر الله لا يكسر حدا يعني بده مؤتمر صحافة لسامير جعجع واعلان حرب لجبران باسيل واستنفار بالكتل ومشاورات مع تدخل سفرة وبعد شوية حكومة مجلس حربة قطيعة اذا بهيك استحقاق وعملنا زنباليطة وشغلنا امين عام مجلس الوزراء محمود مكية باعداد مجموعة اقتراحات قانونية من كعب الدستور كيف اذا ارنا نروح على انتخاب رئيس جمهورية ايو حال سنكونوا فيه داخلكون هليني ساكتي والمؤسف بكل هالسالفة انه عنا وزير دفاع قعد بملعب الجمهور وهادي المؤسسة نتيجة نهجها في العمل موريس سليم معليك وزير يعني نظيرك الامريكي لويد أوستن اذا شي يعني بايدك صلاحيات بتخلي كل هول الواردين قانفا مخصون وبلا صلاحيات اذا حضرتك امت وقلت الامر لي بس لاندو الامر لجبران هيك عم بتكون اجنحتك متكسرة وطايفة من حولك التدخلات يا محلة طفان المطار يا محلة صلى فترة مش عم تطلع معنا يمكن انت ما بعرف كانت زعلانة أو شي المهم اليوم غيرت رأيها وجاي بدأت تحكي جيل بارد جيل بارد حلوي حلوي امر امر تانكس